فالمكناة دي هتحللي مشكلة الايس كريم وهتعملي الايس كريم في البيت في 3-4 دقايق يعني 3-4 دقايق هنأكل اي ايس كريم احنا عايزينه اي حاج كده شايفينه في البيت قصادنا هنحطها على المكناة دي هتتحول لنا الايس كريم فيلا نجربها مع بعض هنحطه على المكناة دي وهشوفه في قد ايه هيتحول الايس كريم هنازل الايس كريم مش هحط كتير يعني هحط طبقة خفيفة كده حطيت لحد الإطار الحديد اللي جوه المكنة هسيبه بقى هو مكتوب على العلبة محتاج من 7 ل 8 دقيق علشان الآيس كريم يبتديه هم بقى عملت ايه؟ هم مديني المعلقة والقطاع بلاستيك علشان ماينفعش أستخدم أي حاجة معدن عليه بصوا أنا عايزة أواريكم يعني هشيلها في طبق أواريكم هي عملت ايه؟ هي جمدت الآيس كريم من تحت يعني أنا لما هقلبها كده هيبان أكتر اللي تحت على المكنة ذات نفسه أنا حساك جمد ولكن اللي من فوق لسه زي ما هو يعني أقول آيس كريم هنشوفه كده لأ هي لسه سايلة يعني هي بس يا دوبج اللي على تحت الحديد هي الجمت سنة بسيطة ولكن من فوق لسه سايلة هو مكتوب عليها أن أنا حط لبن أو زبادي أنا حطيت آيس كريم فأنا معارش ممكن ده بيختلف أو قوامل آيس كريم مختلف عن قوامل لبن فأنا هجربها تاني بس هجرب أحط عليها لبن بس هشوفها هتجمد لي اللبن فقد إيه التجربة لتاني مرة بس لبن لوحده بس أنا مش حابة أنه يبقى آيس كريم لبن لوحده فحط على الآيس كريم أي صوص عندي مثلا أنا عندي توت وأنا مكترتش قوي في اللبن علشان هشوف بقى المراضي ده أحط سمك رفايع على المكنة هتعمل أسرع وهتعمل لي فعلا الآيس كريم أسرع ولا برضو لأ إيه دي مكنة الآيس كريم وهضيف عليها اللبن وبرضو هستنى من ثمن لعشر دقاي لحد ما شوفها هتعمل الآيس كريم ولا لأ أنا زبت مكنة الآيس كريم المراضي عشر دقاي وبعد عشر دقايب بقت كده بقت آيس كريم فعلا بس المكنة طبعا فكت يعني بصوا اسم وصود كده المياه ابتدت تفك اللي هي خلاص بقى يستخطي تاني في الفريزر 12 ساعة بس عملت فعلا الآيس كريم شوفها الآيس كريم بقى عاني دي ازاي طلع بديه ولا بديها طلع بديه هو اينام بصوا بيتفاتفت معي بس آيس كريم اهي ايه ده ايه ده ايه ده انا مجالب ما حطته في الطبق فك خلاص مش هطلهم الطبق انا اقول ما حطتها في الطبق بقيت لبن فانا كده عشان هي طبعا ايه الطبق الجو حر احنا مش عارف دركة الحرارة كام دركة الحرارة الاربعين ولا حاجة هو اربعين بس ايه فالطبق سخن اصلا او محطات اللبن اتحول للبن زي ما هو ناخد كده قطعة من هنا على طول على المعلقة وصوا ايس كريم هو لبن مثلج بس هو الايس كريم كده يعني حاجة مثلجة وبكده اقدر ايكل الايس كريم بس مش ثلاثة اربع دقايق يعني في عشر دقايق اقدر احول اللبن لايس كريم ها ه